بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل هذا العمل علما نافعا ينتفع به وارزقنا أجره في الدنيا والآخرة اللهم تقبل بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة على الكارديو سوراسيك سيرجري الكارديو سوراسيك سيرجري في شوية مواضيع هي اللي بتهمنا يعني كممارس عام أو كدكتور منتاج جراح قلب وسطر او حتى منتاج جراح بيهمك شوية مواضيع مهمة جدا لازم تبقى عرفها في جراحة القلب والسطر اللي هي ايه موضوع النيموسوركس كله موضوع مهم جدا وموضوع الفراكشا الرب وموضوع بتاع ال سي بي آر ويه الكاردياك الرسط واخر حاجة البوست اوبراتيف هايبوكسي احنا الحمد لله موضوع الكاردياك الرسط ويه ال سي بي آر الموضوعين دون اتشرحوا بالتفصيل الممل في كرس اسمه بايزك تروما كورس موجود على النيت موجود على اليوتيوب موجود على القناة بتاعتي على اليوتيوب القناة باسم دكتور احمد عبدالحافظ هتبحث بس على اليوتيوب على احمد عبدالحافظ بالانجليزي هتظهر لك ايه القناة بتاعتي هتلاقي في كورس اسمه Basic Trauma Course او ممكن تبحث على اليوتيوب نفسه بSearch Basic Trauma Course هتلاقي الكورس بتاع Basic Trauma Course هتلاقيني شرحت فيه Cardiac Arrest شرح تقريبا في حدود ساعة وموضوع Cardiopalmonary Resuscitation تقريبا في حدود ساعة فبكده نبقى احنا ايه شرحنا الموضوعين دول فمش هنتكلم عنهم تاني بقلنا بقى موضوع النيموسوراكس وفراكشن ريب وموضوع البوست أوبراتيف هايبوكسي دول التلات مواضيع اللي بيهمونا في Cardiopalmonary Surgery Cardiopalmonary Surgery Speciality كبيرة فيها شغل كتير لكن اللي بيهمني التلات مواضيع دول واحد عنده الضلوع مكسورة هعمل له ايه واحد عنده نيموسوراكس هعمل له ايه واحد بعد العملية جاله هايبوكسيا انا كدكتور امتياز كممارس عام كدكتور تكليف كنايب جينيور هعمل له ايه دول التلات مواضيع الاساسية اللي هنركز عليهم في موضوع Cardiopalmonary Surgery هنبدأ اول حاجة بموضوع الفراكشن ريب واحد حصل عنده كسر في الضلوع الفراكشن ريب اسبابها ايه اول حاجة الديريكتوروم واحد اتخبط فحصل كسر في الضلوع الكسر في الضلع بيعمل ايه ممكن يعمل visceral injury ان الضلع اللي الكسر ده هيعور البلورة اللي تحته ممكن من ضمن اسباب الفراكشن ريب انديريكتوروم زي ان واحد مثلا يعني يبقى سايق عربية يفرم الفجأة الحاجات دي كلها ممكن باسولوجيكال فراكشن ريب زي طبعا لو كسر في الضلع واحد بتبقى الحكاية ابسط شوي لو في اكتر من ضلع بيبقى في مشكلة اهم حاجة العيان قادر ياخد نفس ولا لا وتعمله اشعة على الصدر يبقى اي مريض جاي بتروما في الشيست لازم تعمله ايه هتعمله شيست اكسي ري وتشوف هل الضلع مكسورة ولا لا اول ما بتلاقي في الضلع مكسورة لازم تستدعي دكتور الجراحة ليه بستدعي دكتور الجراحة عشان دكتور الجراحة يبص عليه يشوف عنده ايه ممكن يبقى عنده internal hemorrhage ممكن يبقى اللي عنده كسر في الضلوع ده عنده في associated fracture او associated trauma يعني هو عنده كسر في الضلوع وفي نفس الوقت مخبوط في راسه يبقى عنده هت trauma وشيست trauma فاي حالة كسر في الضلوع لازم على طول اول ما تشوفها تستدعي دكتور ايه جراحة عزام او دكتور جراحة ليه علشان دي بتبقى حالة ترومة انت عايز تعرف الحال طب انا هعمل ايه لحد ما دكتور الجراحة او دكتور العزام ييجي اول حاجة هطلب شيست اكسيري عشان اشوف كم ضلع مكسور عددهم عددهم اماكنهم ترتيبهم الوضع العام للضلوع المكسورة دي هتعامل ازاي وتاخد هستر كويس من العيان علشان تعرف ايه سبب الايه الاصابة او سبب الكسر ده ده اللي مطلوب منك زائد انك تعمل بتشوف البلس البلوت بريشر التنبريتشر بتشوف العيان حالته العامة بتعمله حاجة اسمها الابي سي دي اي ابروتش اللي هو بتاخد بالك من الاروي البريسنج السيركيوليشن الديسقابلتي بتفحص العيان كله على بعضه هتعمل ايه اكسيري وهتشوف الدلوع لو كان حاجة اسمها فليل شست يعني ايه فليل شست هو عبارة عن مور زان وان ريب على الاقل تلاتة اتقصرهم ات مور زان وان سايت يعني تلات ضلوع اتقصر ففقدهم ان الضلوع بقت متصلة ببعضه فممكن يحصل ايه ممكن يحصل ان يبدأ يحصل مشاكل في الايه في الرئ فممكن تؤدي الى ريزبيرات الريفلير لانك بتلاقي المريض عنده هستوري افترومة ممكن تلاقي المريض اللي عنده اكتر من ضلع اتقصره بيبقى عنده عنده ديزنيا عنده قف عنده سيانوزز ممكن يبقى عنده سين اوف شوك بيبقى عنده النجفين بتبقى ديستندد عنده سيانوزز عنده ريزبيرات تيجي تفحصه بتلاقي عنده اكيوموزز الشيست موفبنت بتبقى ضعيفة بتلاقي ان تيجي تحس على الشيست بتاعه تلاقي في تندر نس وفي بين اثناء البلباشن بتلاقي عنده الاوسكالتاشن بتاع الار انتري قليل شوية فده معناه ان في مشكلة عنيفة طبعا احنا قلنا انت مش دكتور جراح خلاص انا شك يعني ايه عملت اشعة على الضلوع لقيت في اكتر من كسر واكتر من ايه من ضرع مكسور في مرزن واكتر من ليفل يعني فبتعمل ايه خلاص ده حالة جراحة لازم حد بتاع جراحة يشوفه عنده انترنال هيمورج ولا لا في مصيبة ولا لا فده بتعمله تروماتيم ودكتور جراحة بيبص عليه انت ملكش مسئولية او في الموضوع ده لكن لازم تبقى اوريينتت باللي بيحصل حواليه طب ايه الكمبليكيشن ان واحد يحصل عنده فراكشر ريب ان هو ممكن يحصل عنده نيموسوركس هيموسوركس اللي فيه الضلع القصر طب انا بطلب ايه بطلب اكس ري وبطلب اي بي جي ممكن كمان باقي تطلب ابدومنال صنار عشان ايه تتأكد هل في فريود ولا لا طب لو جالي واحد عنده ضلع مقصور ايه الحاجات اللي هعملها اول حاجة فريست ايد اي بي سي دي الاروي اخبالي الاروي مفتوح ولا لا في بريسنج ولا لا السيركيوليشن عاملة ايه طبعا هو فيه تسجيل اتكلمنا فيه تسجيل كامل اتكلمنا على ال اي بي سي دي ابروتش ده كان تسجيل مدته تقريبا ساعة برضو تموجود على النت اتكلمنا على ال اي بي سي ابروتش بالتفصيل فمش هنعيده تاني طيب اول ما بيجي لك واحد عنده كسر في الضلوع وعملت له ال اي بي سي دي ابروتش هتاخد بالك بقى من الفيرست ايد بتعمل له بتقسله الضغط النبض الحرارة تتابع الحال الدفينتف تريتمينت لازم على طول الاول تناديله دكتور جراحة هو اللي هيتولى الحال يبقى الفراكش الرب حالة تحترم حالة جراحية يبقى انا عايزك بقى تطلع من التسجيل بتاع الفراكش الرب بتلات معلومات اساسية اول معلومة فراكش الرب يساوي هعمله اكس ري وطبعا في معلومة حكاية ان فراكش الرب يعمل معاملة الترامة هتاخد بالك من الابسي دي والحاجات دي كلها لكن الحاجات الاسبيسيفيك في الفراكش الرب ان انا اول مرة فراكش الرب كسر في الضلع او انا شاكك ان المريض اللي قدامي عنده كسر في الضلع اول حاجة هعملها شست اكس ري تاني حاجة هتطلب له دكتور جراحة يبص عليه تالت حاجة ان دي حالة خطيرة حالة الفراكش الرب حالة ما تهملهاش ما تقولش ده حاجة بسيطة مش عارف لا لازم دكتور جراحة يبص عليه وتعمله الفراكش الرب وتقسله الضغط والنبض والحرار وتعرف ان الفراكش الرب حالة خطيرة الى ان يزبط العكس فالحالة بتاعت الفراكش الرب ما تستهونش بيها بتقولش ان دي حالة بسيطة لا الفراكش الرب لازم يحتر ده بالنسبة للفراكش الرب يبقى انا لو جاي لفراكش الرب هعمل مع ايه اول حاجة هعمله معاملة الترومة هاخد بالي من الابي سي دي ابروتش هعمله الريسا سي تيشن هقسله الضغط والنبض والحرارة هطلب له شستي اكس راي وهطلب له دكتور جراحة يبص عليه وهطلب الترومة تيم يشوف الحالة فيها ايه سواء بقى كان هيخش عمليات عنده انترنال هيموريج هشوف ايه بالزبط انا دوري كممارس عام هعمل ايه ما على الحالة التلاتة اربع حاجات اللي انا قلتهم دول مش اكتر من كده تاني موضوع زي ما اتفقنا احنا هنتكلم على ايه هنتكلم على تلات مواضيع اساسية هي اللي تهمنا اللي هو الفراكش الرب و ال نيمو سوركس او يعني بصفة عامة نيمو سوركس بصفة كله على بعضه سواء ايا كان النوع بتاعه وهنتكلم على البوست هايبوكسيا ده اللي بيهمنا في الكارديو سوركس سيرجري فهنتكلم على البوست اوبراتف هايبوكسيا البوست اوبراتف هايبوكسيا هي حالة كومن بس في نفس الوقت حالة سيريوس يعني بتحصل كتير لكن حالة خطيرة لحد ما العيان حالته تستقر البوست اوبراتف هايبوكسيا دي بتلاقي ان المريض بيشتكي من ايه هو عمل عملية وتبنج وفي حالة تغديد فبتلاقي المريض عنده ايه رستلنس كونفيوجن تاكيبنيا تاكيكارديا هاريزميا هايبوتينشان عنده سنترال سينوز فلو لقيت المريض عنده الحاجات دي ده يعرف ان ده حالة خطيرة طب ايه هي اصلا الاسباب اللي ممكن تخلي العيان بعد العملية يخش في بوست اوبراتف هايبوكسيا ممكن يكون العيان ده اثناء العملية حصله بلمونري أصبيريشن ممكن يكون حصل عنده ايروي بلوك باي سيكريشن الايروي بتاعه تقفل حصل عنده هايبو فينتيليشن ممكن يكون عنده بلمونري امبوليزم او بلمونري اديم فديت شوية اسباب كده كل سبب منهم كفيل ان هو يموت العيان يعني البلمونري امبوليزم ممكن تموت العيان البلمونري اديم ممكن تموت العيان ايروي اتقفل ممكن يموت العيان فليار تو بريس ديبلي ده ممكن يموت العيان العامش قادر ياخد نفسه العيان اتأخر على بال ما حصله ريكوفر من الاناسيزيا ممكن تموت العيان البالمون ريأس بيريشن ممكن يموت العيان فالحاجات دي كلها حاجات خطيرة مين بقى المسؤول عن حكاية البوست اوبراتيف هايبوكسيا ده دكتور التغدير فلازم دكتور التغدير ما يطلعش العيان من تحت ايده اللي ما يتأكد ان العيان فاء وبقى كويس وقدر ياخد نفسه وبطريقة طبيعية طب لو انا لقيت بقى العيان بعد ما فاء من العملية عنده عنده تاكيبنية عنده تاكيكاردية ضغطه عمال يوطى عنده اريزمية على طول استدعي الاخصائي او دكتور التغدير يجي يشوف الحال يبقى تاني واحدة عاملة عملية بعد العملية ضغطها واطي هو عادي طبعا ان بعد العملية والتغدير ان الضغط بيبقى واطي لكن انا لقيت بعد العملية الست دي ضغطها واطي وعندها اريزمية وضربت قلبها سريع لا دي كده حاجة خطيرة يبقى لما لايح حد بوست اوبراتف وحصل عنده هايبوتينشان تاكيكاردية اريزمية معها كمان تاكبنية ممكن في الاخر بقى تحصل سنترل سيانوزز اشك ان اللي قدامي ده بوست اوبراتف هايبوكسي انا كممارس عام هتعامل مع الحالة دي ازاي تبدأ على طول تنادي دكتور التغدير يشوف الحالة بنعمل شوية انفستيجاشن ان انت بتشوف البالس اوكزيمتري ممكن تعمل اي بي جي ممكن تعمل شست اكسي بي وطبعا بتشوف السبب اللي دخل العيان في البوست اوبراتف هايبوكسي وبتحول تعالوه طب ما هي اسباب البوست اوبراتف هايبوكسي اسباب زي ما قلنا اسباب كلها مصائب من ضمن اسباب البوست اوبراتف هايبوكسي البالمونري اسبيريشان بالمونري امبوليزم بالمونري ايديما ايرويت افل فيليار تو بريز ديبلي حصل هايبوفينتليشان الحاجات دي كلها واحد واخد جرعة عالية من التغدير فانت يهمين ايه في الموضوع بتاع البوست اوبراتف هايبوكسي انك اول ما تلاقي عياه بعد العملية حصل عنده هايبوتينشان واريزميا وتاكيكارديا وتاكيبنيا ومش عجبك على طول نادي دكتور التغدير احسن تكون دي حالة بوست اوبراتف هايبوكسي طب انا بخاف من البوست اوبراتف هايبوكسي من ايه لان اسباب البوست اوبراتف هايبوكسي اسباب مصايب بالمونري امبوليزم بالمونري ايديما ايرويت افل الحاجات دي كلها ممكن تموت العيان فبنلخص الموضوع في ايه هنلخص الموضوع ان البوست اوبراتف هايبوكسي لو لقيت عيان طالع من العمليات عنده هايبوتينشان عنده اريزميا عنده تاكيكارديا عنده تاكيبنيا الحالة شكلها مش عجبك عندها انجزايتيا كونفيوجن حالتها كده السكور بتاعها مش عجبك لا دي تشك ان هي حالة بوست اوبراتف هايبوكسي على طول نادي دكتور التغدير يشوف الحالة ليه لان الاسباب اللي بتعمل كده كلها مصايب فما تستناش لحد ما الموضوع يتفاقم ويوصل لاخر الكورس بتاعه لا حاول انك تلحق الموضوع بدري ممكن تعمل شوية انفيستيجيشن اه مفيش مشكلة هاعمل الاي بي جي هاعمل البلس اوكزيمتري هاعمل شست اكس ري بس في الاول لازم انادي دكتور التغدير او اخصائي التغدير اللي مبنج الحالة يشوف ايه المشكل فده نقطة مهمة جدا 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 يبقى احنا اتكلمنا لحد دلوقتي عن ايه على الفراكشن ريب والبوست اوبراتف هايبوكسي الموضوعين دول الموضوعين مهمين جدا انك بس تبقى اوريينتت بيهم تقريبا انت مفيش لك رول فيهم قوي يعني الفراكشن ريب زي ما قلنا هتنادي بس كده البوست اوبراتف هايبوكسي برضو هتنادي دكتور التغدير يعني واحد هتنادي دكتور العظام او دكتور الجراحة واحد هتنادي دكتور التغدير بس لو انت مش فاهم ممكن الحالة ديات تموت منك يعني حالة طلعت من العمليات راجل كبير عامل عملية وطلع من العمليات ضغطه واطي فانت هتقول عادي اي حد بعد البنج ضغطه بيوطع عنده اريزميا هتقول اه مهو راجل كبير اكيد يعني عنده اريزميا وضربات قلبه مش عجبان عنده تاكي كارديا هتقول اه من الضغط الواطي الضغط الواطي بيزوط ضربات القلب هتقول ان الحالة ديات الاسكور بتاحها قليل شوية وعندها كونفيوجن وريستليسنس يعني الحالة مش مسترياحة كده في السرير عندها انجزايتيا هتقول اه تراجل عجوز ومملي ومتعب ومؤرف الحالة عندها كونفيوجن فتقول اه تراجل كبير في السن طب انت هتبلغ يعني الدكتور امتى شفت حالة زي ديات هتسكت عليها ازاي فلازم تبقى اوريينتد بين الخمس ست اعراض دول مع بعض في حاجة اسمها بوست اوبراتيف هايبوكسي يبقى تاني على فكرة يا جماعة الموضوع ده موضوع يعني شوفوا احنا سيبنا كل المواضيع بتاعت الكارديو سوراسك سيرجيري وركزنا في الموضوع الثلاث مواضيع دول اللي هما الفراكشن ريب والبوست اوبراتيف هايبوكسي وموضوع النيموسوركس والحاجات دي لان المواضيع دي بتحصل قدامك وعينين بالهابة اللي بيموتهم بسبب ان الدكتور اللي هو الدكتور النايب الصغير او الممارس العام او الدكتور الامتياز او كده مشو اخب باله من القصة دي خالص لانه بيفسرها تفسيرات فيسيولوجية لانه مش عارف المعلومة هو مش عارف ان في حاجة اسمها بوست اوبراتيف هايبوكسي فلازم تبقى عارف ايه هي البوست اوبراتيف هايبوكسي انا عارف ان انا قررت الموضوع وعيدته وبعيده تاني وبتكلم فيه نظرا لأهميته لانك كونك عارف الموضوع ده او مش عارفه تساوي حياة بني ادم حياة بني ادم يعني ايه زي ما قلنا واحد طالع من العمليات ضغطه بيوطة انت هتقول لي ايه عادي ضغط العيان بيوطة بعد الايه البنج مفيش مشكلة عنده تاكي كاردي فهق عادي مخك هيقولك عادي ضغطه واطي ريفليكس حصل ان ضربات القلب بقت سريعة شوي عنده تاكي بني هتقول عادي يعني طالع من العملية بينهاج شوي مفيش مشكلة مش مستريح في السرير العيان عنده انجزايتي عنده كونفيوجن هتقول برضو مفيش مشكلة يعني ما هم تخضروا بتاع وقدامه شوية ويفوق لحد ما في الاخر تلاقي العيان بقى عنده سيانوزز لا يبقى لازم تلحق العيان باتري تلحقه ازاي انك تنادي دكتور التغدير او تنادي اخصائي الجراحة هو هينادي دكتور التغدير يبقى دورك انت كممارس عام في الحالتين ايه في الفراكشة الريب وفي البوست اوبراتيف هايبوكسيا انك بس تبقى اورينتد بالحالتين تبقى عارف يعني ايه فراكشة الريب عارف الفيرست اين عارف الاشعة اللي هتطلبها عارف الانفستيجاشن عارف تعمل الفيرست لين اوف تريتمين وتنادي ايه دكتور الايه الجراحة او دكتور العزاق حالة البوست اوبراتيف هايبوكسيا نفسك كلاه اشك ان الحالة قدامي عندها بوست اوبراتيف هايبوكسيا انادي دكتور التغدير انادي دكتور الايه الجراحة أطلب الانفستيجيشن العادية اللي هو الابجي والشست اكس راي أعمل بلس اوكزيمتري بس لحد ما يجد ايه الدكتور بتاع الجراح يبقى احنا كده خلصنا اول موضوعين اللي هو الفراكشن ريب والبوست اوبراتف هايبوكسي ثالث موضوع هو موضوع النيمو سوركس والنيمو سوركس احنا اتكلمنا برضه على النيمو سوركس شوية كلام كده في الكورس بتاع البيزيك تروما كورس فهنقول بس شوية كلام بيهمنا في النيمو سوركس كمعلومات بسيطة النيمو سوركس عبارة عن ايه ان فيه هوا دخل فين في البلورال كافتي اسبابه ايه open injury زي الاستاب ووند فراكشن ريب ممكن رابشن انفزيمتاز بولي ده ممكن يؤدي الى النيمو سوركس النيمو سوركس الكلينيكل المريض بيشتكي من ايه كلينيكل دياجنوزز بتشخصه بهارش ساوند ومعه history of trauma تجي تسمع الشيست تلاقي فيه هارش ساوند زي ما يكون في صوت صفارة كده تشوف العيان هتلاقي عنده history of trauma عنده acute chest pain عنده ديزنيا عنده قف ممكن تلاقي عنده صيانوزز تفحص العيان بقى اللي عنده نيمو سوركس هتلاقي عنده sign of shock عنده الاعراض بتاعت الشوك congested neck vein ممكن تلاقي عنده respiratory distress تجي تفحص الشيست بتاعه هتلاقي الشيست فيه الشيست موفمنت قليلة تجي تعمل percussion هتلاقي hyper resonance percussion الauscultation هتلاقي air entry قليل شوال فاحنا في عندنا قاعدة كده اي عيان اتخبط في صدره اعمله اشعة على الصدر هتلاقي x ray هتلاقي فيه jet black on the affected site النيمو سوركس دي حالة خطيرة حالة emergency ممكن تلاقي عنده total long collapse او partial long collapse هتعمل له ايه هتعمل له ABCDE approach باعتباره trauma هتعمل له resuscitation و monitoring العلاج بقى ان انت بتعمل ايه بتدخل كانولة او بتركب intercostal tube under water seal في 5th intercostal space midclavicular line يبقى انا لو جالي واحد عنده نيمو سوركس هنركب intercostal tube under water seal يعني تحت المية في 5th intercostal space midclavicular line لازم تبقى فاهم القصة واحد عنده history of trauma chest pain عملت له اشعة jet black لا متى فيه مشكلة التنشان نيمو سوركس بيبقى معاه history of trauma وعنده acute chest pain و disnia و cofosyanosis برضه ببقى نفس الحكاية الشيست movement بتبقى قليلة ال air enter بيبقى قليل بيحصل فيه شوية complication زي او يعني شوية حاجات كده برضه بتاخد بالك منها investigation ان انت هتطلب ايه هتطلب x-ray بس المفروض ان انت رأى لما بتلاقي تنشان نيمو سوركس العلاج بتاعها ايه اول ما بتلاقي اتنشان نيمو سوركس definitive treatment انك بتركب ويت بور كانولا في second space midc lavecrolite واحنا برضه اتكلمنا على الموضوع بتاع النيمو سوركس بصفة عامة في الكورس بتاع basic trauma course كلمنا عنه بالتفصيل المميل وحكاية ان احنا بندخل فين في second intercostal space والكلام ده يعني الموضوع متكلمين عنه بطريقة طويلة شوي فمش هنكرره تاني يعني بس انا كل اللي يهميني ايه في الموضوع بتاع النيمو سوركس واحد عنده شستبين يحترم واحد عنده شستبين وشك اشك ان هو يعني واحد عنده شستبين زائد شك يبقى فيه في دماغك شوية differential diagnosis ان هو عنده acute myocardial infarction عنده cardiac tambonate او عنده pulmonary embolism لازم تتعامل مع اي واحد عنده حالة trauma بالABCD approach الاول اتأكد ان الAIR way مفتوح اتأكد ان في breathing اشوف circulation لقيت فيتنشا نيمو سوركس زي ما عرفنا في شرح البيزيك trauma course ازاي نشخصه هركب ايه كان يلاف second intercostal space above the third rib ده بصفة عامة في الموضوع ده طيب الهيمو سوركس موجود دم فيه هو عبارة عن collection of blood في pleural space اسبابها حاجات كتير جدا ممكن يبقى traumatic injury post operative hyper tension نفسه blood disease فمعنى ان يبقى فيه دم في pleural cavity ان في مشكلة هتلاقي غالبا في history of trauma المريض عنده chest vein تيجي تفحصه هتلاقي في sign of shock عنده congested neck vein في cyanosis الموفمنت بتاعت الشيست قليلة هتلاقي air entry قليل شوية البرقشن في dullness هتعمل chest x ray هتعمل abg هتاخد بالك من abcd approach هتبدأ تحول العيان اللي يهمني بقى في الموضوع بتاع cardiosuracic surgery وموضوع التلات مواضيع دول ان التلات مواضيع انت الرول بتاعك كممارس عام ضعيف جدا 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 كل اللي يهمك انت مش هتعمل حاجة بيدك يعني على فكرة مش انت اللي هتركب الكانولا ولا انت اللي هتعمل ال intercostal tube يعني ده حاجة اللي برضو تبقى عارف انا كل اللي انا عايزه عايزه يعني ان انت تبقى عارفه ان انت تلاقي واحد عنده شيست بين وهيستوري اوف تروم اعمله x ray افحصه شكيت انه عنده تنشان نيموسوركس استدعي على طول دكتور الجراح يجي يبص عليه لقيت فيه تنشان نيموسوركس ركب ايه ممكن تركب كانولا ويت بور كانولا كده فين في افزا الحاجات دي حاجات لازم تقعرفها يعني اي واحد عنده شيست شيست تروم الخبطة في السدر تحترم ليه بقى ان الخبطة في السدر تحترم لان ممكن يحصل كسر في الضلوع ممكن يحصل تنشى نيموسوركس هايدرو نيموسوركس الهيموسوركس نفسه او النيموسوركس ببقى بضغط على ببصوا بصوا جماعة البلورا دي عبارة عن حاجة قوية فلما بتتميلي بالهاوة او بتضغط على القلب فتخلي القلب مش قادر يتمدد براحته فتعمل مشاكل طبعا انتو حسين طبعا ان الجزء بتاع النيموسوركس ما تشرحش كما ينبغي لان هو فيه تسجيل زي ما قلنا متكلمين على النيموسوركس في تسجيل لوحده والماناجي منتو بتاع النيموسوركس لوحده في تسجيل يعني في تسجيلين متكلمين على النيموسوركس واحد النيموسوركس لوحده واحد النيموسوركس فطبعا مش هنعيد الكلام تاني انا قلت بس النقطة العريضة في الموضوع طبعا هو الجزء بتاع الكارديوسوراسيك سيرجيري هو مينلي ترومتولوجي يعني لو جيتوا تلاحظوا هتلاقينا على ايه على الفراكشور ريب ده مشروح بالتفصيل في الجزء بتاع الترومة النيموسوركس سببه ايه غالبا ترومة مشروحة بالتفصيل في جزء ايه الترومة او في جزء او في كورس البازيك ترومة كورس الحاجة اللي كانت جديدة بس في التسجيل ده هي البوست اوبراطيف هايبوكسي اللي لازم تاخد بالك منه فاللي حب يكمل ويستفيد موجود كورس البيزك ترومة كورس ويدور على الجزء بتاع النيموسوركس والعلاج بتاع التنشان نيموسوركس وعلاج التروماتولوجي بصفة عام ويا ريت تسمعوا الكورس كامل بتاع البيزك ترومة كورس ان شاء الله هتستفيدوا منه كويس جدا كده احنا خلصنا الحاجات الاساسية اللي كنا عايزين نتكلم عنها في الكارديوس راسك سيرجري طبعا انا ما يهمنيش الكورونيك امبييما لان ده حالات كورونيك يعني شوية بص في البلورة محتاج مضاد دحاوي محتاج يتحول لجراحة حالة هتاخد وتدي معاك يعني ايه هتاخد وتدي معاك يعني حالة هتاخد وقت طوي يعني ايه برضو يعني ماش حالة ارجنت لكن التلات مواضيع اللي انا اتكلمت عليهم تلات مواضيع ارجنت اللي هو واحد عنده بوست ممكن يموت منك واحد عنده ممكن يموت بسبب النزيف الداخلي او بسبب اير امبوليزم او بسبب اي حاجة او ان يحصل عنده فسرال انجري ممكن كمان اللي عنده نيموسوركس او تنشا نيموسوركس يموت فدول التلات مواضيع اللي احنا ركزنا عليهم في التسجيل اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من التسجيل المبسط ده واللي حب يستفيد اكتر ممكن يسمع بقية سلسلة البيزيك تروما كورس ان شاء الله يستفيد بيه اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم جنبنا الرياء وارزقنا الاخلاصة في القول والعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من سلاس صدقة جارية ولد صالح يدعو له علم ينتفع به ارجو من الله ان يكون هذا العمل علما نافعا ينتفع به وان يرزقني الله به خيرا في الدنيا والاخرة اللهم تقبل اشتركوا في القناة